قال الله تعالى في سورة فُصلت وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ أي دَعَى عِبَادَ اللَّهِ إِلَيْهِ وعمل صالحاً أي عمل بما دعا إليه وقال إنني من المسلمين وذكر أقوال أهل العلم والصحابة في معنى الآية وأنها في الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى وأن من الأقوال أنها في المؤذنين كما قال دعائشة رضي الله عنها قال ابن كثير والآية عامة في كل من دعا الناس أو دعا العباد إلى الله سواء كان من عامة الدعاة أو من المؤذنين الذين يدعون الناس إلى الصلاة قال في ختام تفسيره للآية وصف الدعاة إلى الله بأربعة أوصاف قال هذا الذي يدعو العباد إلى الله هذا ولي الله هذا صفوة الله هذا خيرة الله هذا أحب أهل الأرض إلى الله عرف الحق فاستقام عليه اتصف به ثم دعا العباد إليه هذا أفضل زولي ما والآية دي جات في معرض ذكر أهل الجنة لو دار تبقى من أهل الجنة والله يرحمك ومش تكون من أهل الجنة بس يعني في الجنة بس لا في الدرجات العلا الدرجات العلا من الجنة أعمل بالآية دي لأنه قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون الزول في الموت هذا قدام ملائكة يكون خايف القبر دفيو شنو والقيامة بعدين كيف وهل الله قبل حسنات وهل السيئات الله غفر علي ولا ما غفره وبعدين لما نقوم من القبور ابن آدم دبكون خايف لكن قال لك إذ تلما تبقى من أهل الإيمان والاستقامة قال لك تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتي أنفسكم الدائره بس إتها الدائره في الجنة دي بالدوكلة أي شي دائره وفي حاجات أنت محروم منها في الدنيا وكوان شغل الجنة دي مع الدنيا إلا لا أسماء بس وأتوا به متشابهة بس اسم سايد دا تفاع داك تفاع اسم اسم بس لكن فريق كبير فريق كبير دا بتاع الدنيا وداك بتاع آخر دا النساء ودلك نساء فريق كبير حورعين دا الأسرة ودلك أسرة فريق كبير دي حدايق ودك حدايق فريق كبير شديد فريق كبير شديد وتشوف الرسل وتقعد معهم وتقعد مع الصحابة وتقعد مع أهل الخير في الجنة يعني تخيل التمحل بتخشه بتلاقي إبراهيم عليه السلام هذا جنبك شايفه وداود سليمان وموسى وعيسى والأنبياء والرسل والصحابة دا عمر بن الخطاب ودا ووكر الصديق ودا أبو هريرة ودا عثمان ودا علي ودا يعني دا خير كثير وترفع رأسك تشوف رب العزة والجلال إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر وجوه يوميذ ناظر إلى ربها ناظر الله ذاته الله ذاته تشوفوا يتا تشوفوا دا شيء كبير يا جما أها لمن ذكر أهل الجنة في ذكر تحت ذكر أشرف أهل الجنة وعلى رأسهم الأنبياء والرسل جل في المقدمة نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين حصلوا لو دار دينك تلاقي الله بيدين صحيح وعقيدة صافية نظيفة وعمل مقبول والله يتغمدك برحمته ويمين عليك بفضله من فضله أنا الثلاثة أشياء دي واحد ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله تبقى داعية لأله تقدر تطلع المنبر الحمد لله ما بتطلع المنبر يقول لك أنا ما عندي شجاعة أدبية أو شجاعة خاطب الناس وكذلك خلاص ما مركت من الفرصة بتاعت الدعوة أولادك في البيت بلغن إنت داعية عند الله داعية لو صاحبك بس في الدنيا دي كله بلغت بس صاحبك صاحبك ده صاحبك ده ركزت معه في الونس في الكلام في العقيدة والتوحيد والسنة والاتباع والصلاة وإلى آخر إنت داعية إنت الله بيكتبك من الدعاة إنت بس افتع خشمك بلغ الدين ليه ولينفر زوجتك دي سوى لك مشاكل في البيت دي بدل كلامك معه كله التبش والعجور والكسرة والملاح وهاء والليلة والملايات مكرفسة وهناي اشتغل معه في التوحيد قل له مرة وحد يا الله فيه أسر الله جابه في القرآن أسر كاملة شت بكشون كلهم جهنم أسر كاملة تبت يدها أبي لهب وتب أهذا خش النار براوة لمعاوة الجماعة أما ذلك كعبين ذيه ما أغنى عنه ماله وما كسب وما كسب يدخل فيها في التفسير الولد أولاده الكار المشركين سيصلى نارا ذات لهب مش نار كذي شايفة حمرساي ذات لهب كمان عندها لسع ولهب وامرأته حمالة الحطب مرة ذات معه دي أسرة كاملة كلها وفي أسرة بتنقسم جوزو بمشو كذي وجوزو كذي أها إن يوم الفصل في فصل فصل قضاء وفي فصل بين الناس وكذا إلى خير فرعون ماشي النار ومرة شنو الجنة أها وفي أسرة كل الجنة كل كذي كوم الجنة إن الله اصطفى آدم ونوحا وشنو وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين الآل كلهم جنة ماشين فعشان كذي انتهى المرض اللهل الأولاد تبلغنا الدين واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية الله سبحانه وتعالى قال في القرآن فاصبر على ما يقولون سورة طه آخر صفحة فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى أنت خليك زول داعية قلت له الله ما بعرف ولا حافظ آية ولا حديث ولا بعرف أتكلم ساي من غير دليل ما بعرف أتكلم تلفونك ده فيه محاضرة نافعة فيه كلمة في العقيدة في التوحيد نافعة بتاع التوحيد فيه قرآن قل لي صاحبك افتح الشير بس أن نرسل لك دي ما بتقدر عليها في البلد دي بتبقى بها من الدعاة بس كونه ترسل وبشرك أنت رسلت دا أنت بتموت والرسلت دا قاعد دا بعد تموت حسناتك شغالة ممكن دا يمشي يرسله لي صاحبه ويمشي الدهب هناك يرسله لي كمية ويجي الفريق يرسله ويتها حسنات تيتها ناهم شغلات عدادك رامي والله حسنات كثيرة يا غدا ما قدرت عليه اشتري مصحف من السوق القرآن ما بيتمن لكن مصحف جيبه وخدته في الجامعة هذا فمش نوم تاني صليه هنا نوم المصحف اتب تموت المصحف في يجي عمك يوم الجمعة يفتح صورة الكهف حسناتك رامي الصفحة في عشرين سطر في خمسطار سطر الصفحة خمسطار سطر والسطر فيه عشرين حرف خمستاشر في عشرين في عشرة حسنا الحرف بكم عشرة دي صفحة واحدة قرآن من مصحفك دا في كمان زولة عنده مزاج إلا بس مصحفك دي قولك والله المصحف دا أنا بتكيف لبجي من البيت لأنه عنده شكل معين وكذلك بلين في زولة إنت ما جاء لا لاقيت ولا لاقاك أجر كبير انت بلغ هسي زولة الله جاءبه في القرآن دا ما جاءبه في غناة الحدث ولا الحربية ولا غناة بيجاي السودان ولا غناة كذي ولا كذي MBC دا زول جاءبه في القرآن الزولة عمل كم محاضرة موقف واحد بس الزول دا لا نبي ولا رسول زول عادي زيه زيك لكن زول راجل زول دعوة جاء من بعيد وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى ونحن نزول لك كله محاضرة نصيحة بنلقى نفسنا بنجيبه متكيفين منه شديد وجاء من أقصى المدينة زول لك أعتناك الطرف الطرف دا دائما بيقعدوا في الناس المساكين دا بيكون حيازة أو أعطى حيازة شهادة البحث هناك في المصر هنا وكهربه بتكون قاضع والموية وبعدت بتكون موقف تعركشات شغال جاء من بعيد أزول ما سوى موقف واحد هذا وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبع المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجراً وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دوني آلهة إي يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون كلام القال هذا لو قرأت إتا مش قرأت ساي لو قرأت بمزاج بالتجويد في دقيقة ونص بس الزل موقف كله دقيقة ونص الله دخلوا الجنة عديل والناس البعض ديل الله دمروا تدمير رسل لهم ملك بس في تفسير من كثير جبريل بس نهاروا النهر بس في تفسير من كثير صاح فيهم صيحة بس أداهم النهر ولا بجناح خلاهم كذب هبود الله قال كذب في القرآن بالمعنى أنا جبت لك لكن بالنص قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي واجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه شوف الزل لا الله غار ليه وقدر كيف صح التعبير هو صحيح التعبير صحيح أبشرك وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء يعني شدة من نازل بيقوا حقيرين عند الله الله ما نزل لهم كتيبة بتاعة ملائكة وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما بيستاهلوا وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة ولا نهرة واحد بس إن كثير قال فصاح فيهم جبريل صيحة فإذا هم خامدون خمدوا ما فرفر فرزات بس نهر كذي الرب واقع واحد يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزيون عشاء كذي عشاء الكلام ما يشتت إت من الليلة خدت الصفة دي في نفسك قول أنا من الليلة دار ابقى داعية خش في الآية دي الشيطان بيخشك يجي ووحدين شياطين برضو شياطين الإنس شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورة بيجي يثبتك يقول لك إت داعية وي انت ديقنك ما في بتحالية برضو داعية ولا إنت بتحسف أنا شايفك واقف في الصفة على العماري ممتاز ولا العماري ممتاز وما ممتاز لكن الدعوة ممتاز برضو أنا بيسفة بشتغل دعوة لا الله أنا شايفينك ياخدت عندك معاصي بتاع أخونا أنا شايف تلفونك دا مالان هنا يوم داك شايفك تهبش الرمز يحفزت أي شيء شايف برضو تشتغل بيه زنوبك تشتغل دعوة لأن الزهل ده ذاته قال يا ليت قومي قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بشنو بما غفر لي ربي غفر لي يعني شنو زول غفر لي يعني شنو يعني من هذا من دا عنده زنوب مو دا ذاته الشكر دا في القرآن دا من هذا من دا عنده زنوب بما غفر لي ربي زول عنده زنوب وعنده تكسير الله بيغفر لك إتباز نوبك لو بيقيت أكبر سكران في الحلة برضو تدخل في الآية دي تبلغ الدعوة لو بيقيت أكبر زول هنباتي مجرم والشيكات بتاعتك ضاربة وماك الحق ديلا الغسالات والمكيفات والواطة دي جت ملخبتة برضو بتدخل في الآية دي بس إتت إلا براك ما داير داك بابا الجنة قاعد تكابس في الشبابيك ما دار تمشي لكن إنت الدعوة دي والله بتبقى فيها الله قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبك تتمشي تمام وتبلغ الدعوة والله بيغفر ليك وتجاوز عنك دي جماعة الوقفة الأولى وده أشرف شيء وده أكبر نعمة كونه إت على الإسلام وكمان تبلغ الدين دي أعظم نعمة الثاني ما تحزن الثاني ما تقول والله أنا في بيتي سرقوه وأنا عربي اتفقتها خدت لي المندقية هنا وأنا عمل لي وأنا دعبتها ونحن شردنا ونحن جينا من وين وماشينا على وين ونحن كدي والحياة دي ضاقت بينا لا ليت في نعمة أكبر نعمة زي ما قال واحد وقال بلدنا دي يقول لك أكبر نعمة نعمة العافية دي وكتا العافية دي في تاني قال لك منه كتا وكان أكبر نعمة نعمة العافية ما كان أيوب بعيا ما كان أيوب نبي بمرض أكبر نعمة نعمة الإسلام الله في القرآن قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم شنو نياها النعمة التامة باقيها ممكن تلقى فيها نقص عربية تلقى فيها نقص إلا تكون بانزين ذات الأساتيكة والعايات كيف والمساعدات والأمبات ويقول لك الله يقول إلا أنا وتكيف لها الفين وسبعة إن بزعيبة اللمبات دي بسمها قوية كده زي البرادو وقال ركبت البرادو بتقول عالية والركبت ال بيجاية اليابانية بتقول والله بس بتصرف فانزين والركبت ال هنا سحلية عربية يسيمة سحلية وذاته تسمى سلي ذيل في البلد دي وقواجه إن عارف تسمى سحليك ما كان صوالك ذاته يا أخي تعف فيها ليه النهار تسمى لها سحلية وعربية بيجاي قرش وشنوش ما في راحة كله ناقص الزواجت قلت خلاص أنا بعد دا راحة أبشرك يا دوبتا بذيت المحط والتعب وكان ما الزواجتا دا المحط الأعظم وإن الزواجتا دي زي بوابة عبدالقيوم لازم تخش ما شيت بتشوف فيها غادي جيت بيجاي بس بتشوف فيها جاي دمام في النهار وأي حاجة في النهار بتبتلفي أما الدين دا والله دي أعظم نعمة وبقي تفقر زول وعيان ودميم في شكلك وصلعتك ليورة كبري وأي شيبك نازل وحالتك بالبلد جماعة بقولوا لك دا تعبان لكن إنت مسلم والله إنت في نعمة نعمة دار شكر ليل نهار ما استطعت الوقفة الثانية جماعة قالوا عمل صالحا تعمل الأعمال الصالحة الأعمال الصالحة دي كتيرة الأعمال الصالحة كتيرة لكن عشان تعرف العمل دا صالح ولا ما صالح تخلص فيه لها الله تتبع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم دليل على الإخلاص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين دليل على الاتباع قال الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا تخلص وتتبع عملك دا تكسط به وجه الله ما تبر والديك تقول عشان أولادي بعدين بروني لا لا برهم لالله الله أمرك وبالوالدين يا حسان بعدين الله بنعم عليك مش برية ديل أولادي كون بروق لكن إتا تكسط وجه الله والدارة الآخرة والدارة الآخرة وهكذا وتتبع الرسول صلى الله عليه وسلم نضرب بعض الأمثلة في الذكر دار تذكر الله سبحانه وتعالى تخلص لأ الله وتتبع النبي صلى الله عليه وسلم ما تذكر بالبدع الأذكار الشرعية دي الواردة في القرآن والسنة كتيرة ومفيدة وفائدة كبيرة شديدة ابن القيم رحمه الله وتعالى ذكر مية فائدة للذكر مية واحد نين ثلاثة أربة خمس لحد مية مية فائدة للذكر النبي صلى الله عليه وسلم في سنن نبي داود حديث ثابت كما قرأ الباني رحمه الله من رواية بالدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بما ألا أخبركم وفي لفظ قال ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق الورق الفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم عمل أفضل من دين أو الخمسة دين شوف ادخل في الاثنين لوائل والباقيات أفضل شوف قالوا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذكر الله تعالى تذكر الله قال أبو الدرداء رضي الله عنه الذين لا تزال ألسنتهم رطب من ذكر الله يدخل أحدهم الجنة وهو يضحك دا كمان الجنة داخلهم تتكيف واصلت تجول الجنة بتتكيف لكن لأن الذكر دا الله سبحانه وتعالى قال في القرآن والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيمة وقال الله جل وعلا قال فاذكروني أذكركم انتهينا في الأرض بتذكر الله كما قال الإلبيري رحمه الله تعالى وأكثر ذكره في الأرض دابا لتذكر في السماء إذا ذكرت تذكر الله سبحانه وتعالى الله بيذكرك فوق بالخير وكذا وكذا إلى خير الشقيق قال فاذكروني أذكركم أهل أذكار كثيرة أنا ماذا أريد شتث الكلام من الأذكار قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث ثابت كما قرر الألباني رحمه الله أفضل الدعاء الحمد لله تحمد الله في الدعاء من داك تطلب حاجتك وأفضل الذكر وأفضل الذكر لا إله إلا الله دا أفضل ذكر بس بالليل والنهار ماشي في الشارع جاي راكت في سريرك كذي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وفي صيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم الباقيات الصالحات وردت في موضعين سورة الكهف وسورة مريم والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أمل سورة الكهف وخير مرد سورة مريم الباقيات الصالحات فسر الرسول صلى الله عليه وسلم في صيحة البخاري قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وحديث صححة لألباني وحسن بعضا أنا أذكر لك منا حديثين أن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنت أغرس غرسا أبو هريرة مزارع يشتغل زراعة بعدين عنده غرس بعد ذاك لما نجي النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم كذلك بعد ذاك بيقى بيجي ادعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم وركز على العلم أكثر لما نلقى نفسه محتاج لأمال بيمشي بيشتغل ياهو شغلته الزراعة أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال كنت أغرس غرسا شيت قاعد أغرس لي في غرس في المدينة وبزرع فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم رسول جماشر عندي قال ما هذا يا أبا هريرة تعمل في شنو قلت أغرس غرسا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دي زراعة قاعد يزرع فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على غرس خير من هذا قلت بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله والحمد لله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لك بكل واحدة منهن شجرة في الجنة يعني التاسي قاعد في الجامعة قبل يتصل البيت خلي في الشارع بس قلت سبحان الله عندك شجرة في الجنة هسي طوالي طق هناك إلا يحاول لك الإجعار بعد وما في إجعار طويل بالك لكن شجرة في الجنة الحمد لله شجرة في الجنة لا إله إلا الله شجرة في الجنة الله أكبر شجرة في الجنة ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في سنن الترمذي ثابت كما قرأ الباني رحمه الله تعالى عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله العظيم وبحمده من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة بجاءة ذا النخيل زيادة عليه الحديث الثاني اللي أنا قصدته عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت ليلة أسري بي في لفظ قال لقيت ليلة أسري بي إبراهيم عليه السلام إبراهيم مستند على البيت المعمور يسند ظهره إلى البيت المعمور في السماء السابعة قال فقال لي يا محمد أقرئ أمتك مني السلام أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة أن أرضها قيعان الجنة ما في يدك داك أرضا قيعان مستوية وأن تربتها طيبة وأن غراسها زراعة بتاعة الجنة وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر شوه الخير داك هس أنا أخلي أذكار زي دي أقعد أشتغل هو 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 ها ها أولاء أكراع واحد ونوبة تل تتتل دجنة كلام ما أنزل الله به من سلطان ولذلك دي دي من الأحاديث في البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم طولوا بالكم ما في مشكلة كان في نغاش صدرنا رحب زول بالناخ شوه إن شاء الله هاي ما عندك أي مشكلة بعدين ده واقع نحن لازم نجيبه لأن الواقع ده لازم تجيبه هالزول بيمشي السوق بيوري الناس بيوري صاحب بيقول لسه ما سرى دي لك الضابين ودهي الصادقين دي في عربية نحن دارين جنة نوري الناس الكضابين والناس الصادقين ودهي الدين كذب لأن الله قال كذب في القرآن وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل شنو المجرمين توري سبيل المجرمين توري سبيل المؤمنين ما في مشكلة ده في النهاية في البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن قيس يا عبد الله بن قيس وأبو موسى لا شعري ألا أنبئك بكنز من كنوز الجنة قلت بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كنز في الجنة كنز قلت بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله ده كنز من كنوز الجنة ده الأذكار الشرعية وأننا سودارين وشايفين في السودان الجوباك نحن ذاته عندنا نهلنا وشايفين الجوباك ده الأذكار الشرعية جماعة وده درب الجنة في أذكار بدعية بتود جهنم وهلا بدافوا عنا وهن دفاع عننا دي ده ما بوقفوا الحق ولا بيقدروا في النهاية الباطل يظاهروا للناس إنه حق لأنه الله خوفهم في الدنيا دي قال ها أنتم هؤلاء بدكوركم لما نجيبوا ناسكم ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا دافع عنهم بل باطل ساي انت ما عارف دافع ساي ولك لما تجيبوا خليه سويه أنا بقول ريك لا سيهو قال شنو وداري غشة المسلمين قال ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادلوا الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلة منه بعدين يجي يقول يا الله أنا وكيلة المجرم ده يجي تدافع عنه المادة رغم كذي أنا ما برضى في الزول لا تقدر قد أم الله تدافع عنه وأن إحنا أمه ما أمه بتاعت بوماستيك بس كلام بيفوق لا حان نصل الحيطة جوها لأنه الله أمرنا نتكلم عن الناس ونزلنا صورة كاملة يسمى صورة الناس وفي صورة الناس وبقرامة عارفة والزولة بدافع عن البشر البالباطل وما برضى الكلام فيهم ده زاءت منه ولو قالنا ما منه ده في القرآن الله قال في ناس تقول أعوذ بالله منه قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من شنو من الجن وشنو والناس الله قال لك في ناس تقول أعوذ بالله منه ما تجيبون هو الله بيزالني منه يوم القيامة بيزالني اتزات بيزالك منه في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يوم القيامة لنوح شكت الحديد لو فهمت تاني لو أخوك لو شيخك لو كبيرك لو زعيم القبيلة منحرف لو الناس ما تكلموا فيه انت بتتكلم فيه انت ده ذاته تقول للناس ده مجرم شيخ ده مخالف في الشريعة مخالف للشريعة وده الدين كذي وده مفروض يقوله في المنبر ويقوله في الماكرافون وده فيه حسنات ما تفتكر زول داعي يجي تكلم يقول فلان قال كذي مخالف للشريعة ده ما فيه حسنات ده فيه وجر انت بتتورع ورع كاذب يقول له ما دائر كلام في الناس لا ده من النصيحة فيها جرد حسنات عزيل وتؤجر عليه ما فيه زنب والله العظيم في صيح البخاري قال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى لنوح يا نوح هل بلغت قومك الله يعلم لكن الله قال أنا بسألهم شت كلهم فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين الأمم والرسل كلهم بعدين في سؤال يا نوح هل بلغت قومك فيقول أي رب نعم بلغتهم فيقول الله تعالى لقوم نوح هل بلغكم ده حديث في البخاري فيقولون ما جاء أنا من نذيل الله ما شفناه شون نذيل أنه شافوا النار خافوا لما قالوا ما شوف ناوزا ولا جانا شون كضب فيقول الله تعالى يا نوح من يشهد لك هل بيشهد لك منه نذيل قالوا ما شافوك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيقول نوح أمة محمد يا الله هل بيشهد لي أمة محمد أسألهم هم ما حضروني لكن قروا القرآن هم بيشهد لي قال النبي صلى الله عليه وسلم فتشهدون له وذلك قول الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا ليه ما ذهرين الناس كلام في الناس ما ذهر القرآن تقول لتكونوا شهداء على الناس ولكي يزول براو لا لا ما براو انت مأمور تعبد الله براك صح وتعبد الله براه لكن الله بيسألك من الناس جنبك ديل لأن الرسول له والله ما بيسألك الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيدي كان يقول ليه يزول براو بس أمشي براك 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 ما له ما للناس دماء مبتع القرآن ده كله ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين القرآن كله في الناس القرآن ده كله في الناس ومن ناس من يعبد الله على حرف ومن ناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ومن ناس من يتخذ من دون الله أندادا ومن ناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ومن الناس الناس والقرآن في الناس والرسل من الناس والحساب كلام كثير الأذكار دي في ناس شايفين المسلمين هذا بيذكروا فيها الله جاء قال لهم تعالوا خشوا طريقتنا وصووا طرق جاءوا فيها أذكار مخالفة للشريعة لا دار نبز لا دار شتم كتب في السوق لو 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 واحد كتابه براه بيقراه نمشي لهه براه ننصحه لكن نشر الكتاب للناس وقال قوله كذي نحن نجي نقول للناس خلاص قوله كلامه ولا نسك الساج الله يلعننا زي ما لعن بني إسرائيل السكت ولا نقول كلامه غلط نقول كلامه غلط دي الشريعة الإسلامية كذي كتاب مجموع الأوراد الكبير والصغير الحزب الكبير والصغير للطريقة البرهانية صفحة 24 لـ 35 قال من الأذكار التي يتقرب بها إلى الله أن تقول كردن كردن دهن دهن كردهن دهن ده ده هذا يقربك إلى الله ده ذكر بإجاي بإجاي الطريقة التجانية أحمد التجاني كتاب الفتح الرباني صفحة 19 قال التقيت بسيد الوجود وسيد الوجود الله الوجود ده سيده الله هو قال لا لا التقيت بسيد الوجود صلى الله عليه وسلم الرسول ما قال أنا سيد الوجود قال أنا سيد بني آدم أنا قال سيد البشر ديل هس أنا أحمد بقول الرسول سيدي صلى الله عليه وسلم ده لو قال لي الرسول سيدك بقول سيدي قال سيد ولد آدم أنا سيد ولدي آدم ولا فخر الرسول قال كذي في البخاري ومسلم حديث أنص رضي الله عنه لكن الرسول ما قال أنا سيد الوجود الوجود ده فيه الله والكون الكون من العرش للفرش ده حق الله الوجود ضده العدم الله في الوجود ما في العدم سيد الوجود ده الله الله وسيد الكون وسيد الوجود الله سبحانه وتعالى كذي مش قدام قال التقيت بسيد الوجود صلى الله عليه وسلم في صحراء سيناء يقظة لا منامن قال لقيت الرسول صلى الله عليه وسلم يقظة لا منامن ده شيخ الطريقة التجانية هو شيخ الطريقة التجانية ولده سنة الف ومية وخمسين المحققين قالوا الف ومية وحد وخمسين قالوا من ناس الف ومية تلاتة وخمسين بعد مات الرسول صلى الله عليه وسلم بالسنوات دي قال انا لقيت الرسول وما لقيته صلى الله عليه وسلم في النوم رؤية نوم يقظة اكد لك قال لك يقظة لا منامن عديل هزو قال لقى الرسول صلى الله عليه وسلم عديل وآمن به ده اسمه شنو ده اسمه صحابي معناه انت صحابي بقيت انت معناه من زي وانا ده بيغادي بقيت صحابي ما اقول له يا اخي وانت فت الامام مالك والشافع وديل القراب هناك فت وانشت اها لسه قال يقظة لا منامن فاعطاني صلاة الفاتح مش الدين اكتمل في حياة النبي صلى الله وقال لا لا في حاجة الرسول ما ادى لي ابي بكر ولا لي عمر ولا عثمان ولا علي هداني لانا شيخ التجانية صلاة الفاتح وانها الواحدة منها تعدل القرآن ستة الاف ختمة ستة الاف ختمة تختم كتاب الله الحرف في عشرة حسنات تختم ستة الف مرة بدعادل واحد بصلى واحد بتاعة صلاة الفاتح بتاع التجانية دا يمام ام خالف للدين وذكر ما انزل الله به من سلطان السمانية بغادي كتاب زاهير الرياض جاب قال يكتب لمن به حمى شو الزكر والعجبات والاذكار بتاعتهم قال شقش اتنين شقموش اتنين راعي المنخ اتنين ابوانوخ اتنين العجل اتنين الساعة اتنين دا ذكر قال بزحل الحمى وده حجاب شقش اتنين حاس دي فيها نخلة في الجنة دي بتجيب لك شجرة دعوشر مسكيت قال شقش اتنين شقموش اتنين راعي المنخ اتنين ابوانوخ اتنين العجل اتن انا دار اخو الجنة دار بعجل انا عندي مناسبة العجل اتنين الساعة اتنين جاز كار يتقرب الى الله بها انا ضربت مثل بالذكر بقية العبادات كلها تتبع فيها الرسول صلى الله عليه وسلم تخلص فيها لله الوقفة التالتة والاخيرة وقال انني من المسلمين دا وصف الزول زول الجنة وقال انني من المسلمين ما قالنا من الطائف الفلانية ولا من الجماعة الفلانية ولا من الحزب الفلاني ولا بتلقى الطائف دي في القرآن والله ما تلقى في الضرق دي والجماعات والاحزاب دي دي جبنا نحن ما جابها الله الله قال ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا جماعات ابقى معاهم لست منهم في شيء جاك واحد قال لك بقى يعني تمعا في الطريقة بتاعتي قل الله انا ما دار الطريقة بتاعتك انا دار الجنة طريقتك دي بتوصل لي كتا انا دار الطريق بوصل لي الله سبحانه وتعالى للجنة داق جاك قال لك الحزب الفلاني قل معانا بعدين من اديك كرسي قل الله انا ما دار كرسي ولا بمبر انا دار الجنة كرسي امش فاتش ليتا الكرسي كرسي دا فيه حاجات كثيرة امش فاتش له داق جاك 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 وقال انني من المسلمين هالدين دا كله بدعو للإسلام والتوحيد الله سبحانه وتعالى قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين قال ان الدين عند الله الإسلام قال هو سماكم المسلمين هو سماكم المسلمين الله يسمين مسلمين نقول نحن تجانية نحن قادرية نحن انصار سنة نحن صوفية نحن اخوان مسلمين نحن حزب تحرير نحن جماعة تبليغ دا شنو هو سماكم المسلمين الخلقنا وعند الجنة وعند النار سمانا مسلمين ما دارين غيره تكون على الإسلام براق قالوك معنا فلان ولا فلان قل لي لا معاديل ولا معاديل انا معا الإسلام بس كتاب وسنة وكانوا على الصحابة انا دار الى قبالة حجبات تقطع تجدها محايات تكشحة دا في الختام شو تدي زاته نسطروا ديل ومحاياته بخراته دي كذا فتشك ان تلقاه في القرآن القرآن فيه رقية شرعية وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارة وعملوا تلا أربع كيفيات كلها بدعة علقوه الله ما قال واذا علقت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورة الله قال كذيه قال واذا شنو واذا قرأت 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 علقوه ما شو عملوه كرفسوه سووا لجلد قالوا دا حجاب هو النزل عليه ما لبس حجاب لبس الدرع لانه دا حديد كالسيف سبب شرعي سبب مشروع يعني سبب كون مشروع يعني اها ما لبس حجاب ما اقول انا يا اكون افهم من النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا حجبات عرق نازل فيه او كلا شوف ناس صور بعين في ناس شوفناهم مباشر زول بكون ميت مضروب به طلقة كذيه تل والدم ميت والحجاب مربوط فيه ما شوفته ايته ما شافوها ناس كتار شافوها هذا مضروب مضروب وصبعتاشر حجاب فيه دا ما لجل من الحجبات دي كله من الطلقة دي جلت منه وبيجي زول جاهل اجهل منه بيكتع الحجاب بيلبسه وك من الطلقة وده عضته نملة وده ما الطلقة ذاته ما ورته الحاصل وكالم في المفاصل ولما نودة الاخر اها انت حجاب تعمل بشنه في حجاب في الشريعة الاسلامية كذي بساي علقوه كرفسوه لبسوه حجبات وحدين وحدين بزغوا فيهم وحتوه سكن سوهم حاية قرطع دا زاتوا بتاع المحاها دا مخصين بالله لما نمرض بمشي الدكتور انا ما ذارك في زول القبيل ما ذارك بلك اسماه خليهم بس الله واحد هناك فيه طابط مرقى فيه مرقى بغادي مرقى دولة تانية تركيا ودين قالوا تايلان ما شاء عنده مويا في بطنه اكبر شيخ مشيخة الطريقة الفلانية مويا في بطنه وعصيته جابها في التلفزيون قالوا دي شفاء لكل دا في عصيدة شفاء لكل دا ياخد شفاء دي دي اخي بس والله دي كان جعانة قالت العصيدة دي بعد ساعة التنكي بتاعكي ولع ما اقوله يا اخي قال 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 عصيدة شفاء لكل دا وحام دا زول عنده مصران والله تقويمه انبوبة تقويمه قربة قال شفاء وخلى شفاء وده وماشى للدكاترة وده شيريبه 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 لما انجا تحصوا قاعد كوري داك التاني خليك عم انا قال ما اجيب اسم خليه التاني داك كورك هناك فيه في مستشفى ساهرون لما مات الفين وخمسة بيجيبوه في التلفزيون شيء كدير قاعد يكون قاعد يل هي يا ابو التايا وحامد ابعصايا تزيل الحصايا وامراد كلايا حصم يا هول محايا البيت اشرب دي ما انا فعتك انسوت لك حصم محايا دي ما في في الدين ابدا والله العظيمة نمر اربعة عملوا بخرات معقولة الدين معقولة جبريل عليه السلام انزل منا السماء فوق اسمع رب العز والجلال يقول القرآن ويجي من فوق اجي نازل به للنبي صلى الله عليه وسلم ايه واحدة تاني ايه تاني ايه عشر ايه ايه وكمان بينزل الا بوحي الا بامر وما نتنزل الا بامر ربك رسول صلى الله عليه وسلم في صيحة البخاري قال لها جبريل ما لك لا تكثر ان تنزل علينا اتما تنزل علينا اكتر مما بتجينا انا عندنا انك تجينا طوالي فانزل الله تعالى وما نتنزلوا الا بامر ربك انا ما بنزل من فوق لا تحت الا باذن وبامر انزل من فوق بآية تاني آية تاني آية 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 الاملمون ديل يحرقون ونزلوا عشان يحرقوا ونزلوا تقرأوا تدبروا دعال ايه بتقرأوا قراءة هذه الكذب كتاب انزلناه اليك مبارك ليتدبروا آياتي وليتذكر اولو الالباب ولو غالطك قل لي وفهمت ولا الرسول صلى الله عليه وسلم هالرسول عمل بخرة والله ما تلقاه والله ما تلقاه ابدا في الاحاديث ولا تلقاه في القرآن ما ببخرات يا عملوا كذب بإجابة القرآن والأخبة وكلام كثير فخلي الطرق دي كلها خلي الجماعات ادعلك بي الله سبحانه وتعالى خليك على العقيدة الصحيحة حافظ على الصلاة بلغ الدعوة نسأل الله يوفق الجميع لما يحب ويرضى ويأخذ بالنواصي الى البر والتقوى ونشكر الاهل المنطقة يعني حسن استضافتهم والاهل المسجد يعني انه دون فرصة نتكلم بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا صلى الله وسلم على نبينا